اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة دومينين والتي أشرفت على عمليات فرز وعد الأصوات في الانتخابات الرئاسية بصرقة الأصوات دعونا نتعرف على هذه الشركة وأبرز مهامها هذه الشركة التي أسست عام 2003 هي متخصصة في بيع أجهزة وبرامج التصويت ومقرها الرئيسي هو في بلاية كولورادو الأمريكية ومقرها الدولي في كندا تستخدم حوالي 600 سلطة قضائية هذا النظام في 28 ولاية أجهزة وبرامج التصويت التي تطورها الشركة مما يعني أنها تسيطر على أكثر من ثلث سوق ألات التصويت في الولايات المتحدة شركة دومينيون نفت الاتهامات بوجود مشكلات في الأنظمة التي انتجتها معتبرة أن نتائج قابلة للتدقيق بشكل كامل كما نفت أيضا الشركة وجود علاقات ملكية تربطها مع عائلة رئيسة مجلس أنواب نانسي بيلوسي أو مع مبادرة كلينتن العالمية أو أي جهة حزبية وكانت تقارير أيضا أشارت إلى أن مساعدا سابقا لنانسي بيلوسي قد مثل دومينيون كأحدى جماعات الضغط التي تعمل لصالح الشركة اتهامات جديدة هنا تأتي للتعزز الجدل الدائر بشأن الانتخابات وما رفقها من تأخير في إعلان النتائج في العديد من الولايات ينضم إلينا من القيرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور محمد كامال أهلا بك معنا دكتور في سكانيوز عربية في تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أهلا بك في تغريدة للرئيس دونالد ترامب قال أو اتهم دومينيون بأنها تلعبت بالانتخابات وبأنها لدى علاقات مع صلة يعني مرتبطة بين نانسي بولوسي وكلينتون وغيرها يقولون ما في دخان من دون نار ولكن هل هذه المرة فعليا من خلال متابعتك لتفاصيل هذه القضية في نار لهذه أو أساس لهذه الاتهامات؟ أنا لا أعتقد أن هناك أساس حقيقي لهذه الاتهامات ولكن هذه الاتهامات سوف تستمر وهذا الجدل حول نتيجة الانتخابات سوف يستمر لأنه حتى الآن لم يتم اعتماد أو التصديق بشكل رسمي على نتيجة الانتخابات والرئيس ترامب قرر أن يلجأ إلى طريق القضاء وإعادة الفرز بخصوص النتيجة هو شخصيا يجد من الصعب عليه الاعتراف بالهزيمة قاعدة الانتخابية أيضا ربما ترفض الاعتراف بالهزيمة وبالتالي هذا الجدل سوف يستمر معنا عدة أسابيع ربما حتى منتصف ديسمبر وهو الموعد الذي سوف تنعقد فيه ما يسمى بالالكترول كاليج أو المجمع الانتخابي على مستوى كل ولاية ولكن الدكتور محمد ويتم فيه التصديق بشكل رسمي بخصوص النتيجة استمران هذه الاتهامات والجدل الدائر حول مصدقية الانتخابات في شريحة كبيرة من الأمريكيين يصدقون الرئيس ترامب ويعتقدون بأنه هو محق بما يقوله إلى أي مضا يؤثر ذلك فعليا على ثقة المواطن الأمريكي بالنظام بداية ويؤثر فعليا على النظام الديمقراطي في الولايات المتحدة بالتأكيد سوف يؤثر بشكل سلبي على النظام الديمقراطي على أليات الانتخابات على صورة الولايات المتحدة في العالم كنموذج ديمقراطي يعني بالأمس شهدنا مؤسسة كارتر بولاية جورجيا تقول أنها سوف تراقب عملية الفرز اليدوي في جورجيا هذا أمر غير مسبوك عادة مؤسسة كارتر تقوم بمراقبة الانتخابات في دول العالم النامي في الدول التي تشهد خروقات في العملية الانتخابية قيمها بهذا الأمر داخل الولايات المتحدة يدل على أن الثقة في العملية الانتخابية عملية الفرز قد أصابها ضرر كبير الأمر لن يتوقف على هذه المسألة الضرر المعنوي الآن نشهد الآلاف يتظاهرون في شوارع واشنطن تأييد للرئيس والرئيس ترامب أيضا يشجع هذا التظاهر ويقول أن قاعدة الانتخابية لن تعترف بهذه النتيجة الآن نشهد تظاهر ربما في الغد نشهد أعمال عنف وعدم استقرار علم الدكتور في عدد كبير من المتواجدين في دائرة الرئيس الأمريكي يحاولون دفعه للاعتراف بالهزيمة وبنتيجة الانتخابات ويرى البعض بأنه أيضا تصرفاته وردود فعله من خلال طرد وإقالة عدد من المحيطين به كرد فاعل طبعا غاضب على هذا الموضوع باعتقادك كيف سينتهي هذا الجدل وكيف ستكون نتيجته أنا أعتقد أصوات العقلاء داخل الحزب الجمهوري يزداد عددها بما فيها حتى داخل الدائرة القريبة من الرئيس ترامب والمسألة من وجهة نظرهم لا تتعلق فقط بالرئيس ترامب ولكن تتعلق أيضا بالمؤسسة التي ينتمي إليها وهي الحزب الجمهوري وهم يخشون أن عدم اعتراف الرئيس بالهزيمة قد يؤثر بالسلب على حزوز الحزب الجمهوري في المستقبل وعلى إمكانية فوز حتى أي مرشح رئاسي جمهوري في المستقبل أنا أعتقد أن عدد هذه الأصوات سوف يزداد تأثيرها على الرئيس الأمريكي سوف يزداد ولكن أنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي سوف يستمر حتى اللحظة الأخيرة في الجدل حول نتيجة الانتخابات وربما انتظار أن تقوم المحاكم الفدرالية أو المحكمة الدستورية العليا بحسم هذا الأمر ووقتها سوف يقبل النتيجة شكرا لضيفنا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور محمد كمال ترجمة نانسي قنقر